السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم عن توزيعات الأكواب مع أكياس الـ QR Code كثير منكم طلبوا مني هذا الفيديو بالتفصيل جميل بما أنه كانت التوزيعات بناسبة رمضان كريم اخترنا كل عام وأنتم بخير تكون على الكوب فنزلناها as image لأن الـ design space لا يكتب بالعربي نلاحظ هون القص ما رح يطلع سليم لهيك من غير الـ color tolerance من 16 إلى 100 على مشهر دائماً مية حسب طبعاً كل صورة في صور ما بتحتاج هكا القص سيكون معي سليم منزلها as cut image لأنه بدنا نقصها فينل ما بدنا نطبعها ومنحطها basic cut منلونها بلون الفانل اللي بدي استخدمه من غير size لتلائم حجم الكوب من images بيختار صورة هلال نكتب moon اخترت هاي الصورة طبعاً بدي عدل عليها شوي بروح على contour وبشي للأجزاء اللي ما بدي إياها من الصورة منعمل هايط للأجزاء اللي ما بنا إياها الآن على الصورة من المشاكل ونحن بدي إياس العقد انت أفضل مواعقة ونحن نطبع الآن الجزء اللي تبقى نرسم سيركل نعمله سلايس هون منمح الأزاق اللي ما بدنا اياها فاندوه بالغلط منمح الأزاق اللي ما بدنا اياها منحطه بنافس لون الفاينة اللي حينقص فيه ونخلي 7 سنتي بما انه الكوب 7 سنتي بهذا الشكل نتأكد انه الاثنين 7 سنتي وانا بديهم يكونوا بهذا الشكل على الكوب هون منعمل 48 نسخه حسب عدد الأقواب المطلوبة مني راح اختار محل فاينل ايرون اون لانه شوي نوع الفاينل بيحتاج قص اعمق من الفاينل العادي بالنسبة للباركود نروح اليوتيوب طبعا نختار الانشودة والاغنية اللي بدنا اياها مثلا هاي منروح اليو ار ال بنعمل له كوبي من الكيو ار جنيراتر بنعمل له بيست بنعمل كريات وننزلها از اميج طبعا تفاصيل هحطها تحت الفيديو ان شاء الله مشاريخ مبصل هون مننزل الصورة بنعملها قبله تعبر بنامج الكريكات نفس الشي راح اختار مية وكمح الاساء البيضة وكمح الاساء البيضة في كلها نختار نختار كات اميج نفس الشي راح اميج نفس الشي راح اميج نفس الشي راح اميج بيزيك كات هون راح حمل صورة كانو هايك شريتي بلاينج هي الصورة مش واضحة عندي عالقاصلة هت فضلت اني ارسم فوقها بنزلها الصورة عادية لقدر ارسم فوقها نختار هون سكوير نخليها يوالي 0.1 نفس الشي سيركل صغيرة وكمح نختار سكوير وهالمرة هنعنده اسمك شوي لهيك بنحطه 0.2 مصدر وكمح نختار اولا مصدر 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 المصدر مصدر مصدر نفس الشي نرسم قلب الزوير نحاول نزبط بعدين نرسم سيركل كمان نزبط نعملها سينتوباك بلا قدر ارسم الطور المستطيلين بنفس الحجم هذا الشكل دوبليكات نحاول نضبط نحاول نضبط 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 نحن نضبط نقوم بقية هون بنعملهم ونرجع للسيركل ونعمل سلايس بنمحل الأزة المبنية نفس الشي رح أرسم مثلث صغير بنعمله روتايت بنحاول نعمل نفس الصيز الموجود عندي بالصورة كمان سكوير صغير بنعمله مستطيل ركتانجر هاي الشكل بنعمله ويلد بنعمل ها فليب هوريزونتال لنستخدم هاد الصايد الثاني بعد هيك بنعمل ويلد لكل الشغل بنعمل صورة واحدة بنمحي الصورة خلص مع البنية بنرجعها بلاك ونحاول نعملها فتلة الـ QR كود ليكون الحجم ملائم بعد هيك بنعمل أتاش لانه بننيها تنقص قطعة واحدة منظبة الصيز حسب الصيز الأكياس اللي عندي نعمل ميكت رح اختار 6-6 بما ان الشيط ما رح توسع الطيب من 6 هون اعطاني اربعة بس رح اسحب الاثنين عن نفس الشيط بنحاول نعملها انها توسع الـ 6 نعمل ميكتر هيك يعني ما مستهلك فاينل كتير وهون رح اختار فاينل موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة